يبدو أن الأخبار المتواطرة عن مرض الرئيس وانتقاله للعلاج بفرنسا منحت للمعارضة فرصة ذهبية لتصعيد لهجتها تجاه السلطة حيث اعتبرت تنسيقية الانتقال الديمقراطي شغور منصب رئيس الجمهورية أحد أسوأ مظاهر فساد النظام السياسي في الجزائر واكدة في اجتماعها بمقر حركة حمص أن مسلسل مرض الرئيس يجب أن يتوقف بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها لجنة المستقلة تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة دستور توافق بعد الانتخابات الرئاسية مصار انتخاب جديد التنسيقية أعلنت صراحة رفضها لكل مبادرة تحمل شعار التوافق والإجماع غير التي انبثقت عن ندوة فندق مزافران بأرضية مزافران والعمل على تثمينها وشرحها المواطنين وتحقيق التوافق من خلالها واعتبار أنه لم يعرض في الساحة السياسية مبادرة حققت ما توصلت إليه المعارضة أعضاء التنسيقية أكدوا أن لرئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أسبابه الخاصة لعدم حضور استماعاتها ولا يعني غيابه عن مواعيدها تطليقه للمبادرة حسبهم